موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم شاهدين الكرام في لقاء نتجدد مع أسماء الله الحسنى نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن العلم به والإيمان به ما أجمل اللقاء عندما يكون عن الله تعالى وما أجمل الحديث عن اسماء الله جل وعلا لقاءنا هذا عن اسم من اسماء الله الحسنى هو المبدء المعيد قال الله تبارك وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده يعيده تبارك وتعالى كما بدأه قال جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين بدأ الله الخلق من عدم على عظمة الكون واتساعه وتنوع المخلوقات وتعددها الكواكب والنجوم والأفلاك وما حولها العالم العلوي والعالم السفلي كان لم يكن شيئا فأوجده الله تبارك وتعالى من عدم خلق الخلق دون مثال سابق هو الخالق العظيم المبدع سبحانه وتعالى نحن البشر الذين ملأنوا الدنيا ضجيجا وحروبا وصراعات كذلك كنا عدما فأوجدنا الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أوجدك الله تبارك وتعالى من عدم ثم يأتي هذا الآدمي ويتكبر وتعالى على الله الذي أوجده من عدم أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا مر أحد الصالحين بأحد الأمراء الظلمة فقال له ذلك الأمير لذلك الرجل الصالح بنبرة فيها كبر وغرور قال أما تعرفني أما تدري من أنا أو ما أكون قال له ذلك الرجل الصالح نعم عرفك أنت كنت نطفة قذرة ثم تكون جيفة نتنة وبين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة هذا هو الإنسان لو عرف الإنسان قدره وحقيقته لما تكبر على وامر خالقه ومبدئه ومعيده جل وعلا المبدئ المعيد أيها الكرام بدأ الخلق سبحانه وتعالى ثم يفنيه حتى السماوات حتى الأرض تبدل ثم يعيدها جل وعلا يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات أي والسماوات تبدل قال الله جل وعلا وبرزوا لله الواحد القهار المبدئ المعيد لم يعد الله تبارك وتعالى الخلق عبثا إنه يبدئهم ويعيدهم لغاية عظيمة كما أوجدهم لغاية عظيمة قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أوجدهم لعبادته وتعظيمه ثم يعيدهم ليحاسبهم على أفعالهم قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم المبدئ تبارك وتعالى خلق كل شيء من لا شيء المعيد بعد أن يفني الخلق يعيده مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده فعلى أي شيء أيها الكرام سنعود على أي شيء ستعود على أي شيء ستعودين ستعودون أيها الكرام من مات على شيء بعثه الله وأعاده عليه من الناس من يعود عظيما كما عاش عظيما ومات على شيء عظيم منهم من يموت على خير وطاعة ومنهم للأسف من يموت على شر ومعصية وعلى ذلك يبعث حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته وحج معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن ضمن الحجاج أحد الحجاج سقط من ناقته فمات مات وهو محرم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يُبعث يوم القيامة ملبياً فما أعظمها من ميته وما أعظمه من عودة ومرجع إلى الله تبارك وتعالى يُبعث يوم القيامة يخرج من قبره ينادي لبيك اللهم لبيك استبعد المشركون أيها الكرام أن يعيد الله الإنسان مرة أخرى ويبعثه بعد موته كيف؟ وقد أكلت الأرض أجزاءه وتفتت في التراب فقالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً ذلك رجع بعيد قالوا ذلك عندما لم يعرفوا مبدأاً عظيماً أن الله هو المبدئ المعيد جل وعلا وأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير قال الله جل وعلا راداً عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كل جزئية من الإنسان تتفتت في التراب الله يعلمها ويحصيها قادر على إعادتك كما بدأك كما بدأنا أول خلق نعيده جاء أحد المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم بال قال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا وفتت العظم عظم انتهى مصيره وحاله ما أدرك هذا المسكين أن الله على كل شيء قدير وأن الله هو المبدئ المعيد سبحانه وتعالى قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعيده الله يحييه ويحييك ويدخلك النار فأنزل الله تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يأتي بالعظم ونسي العظام التي في جسده وخلق الكامل الذي خلقه الله إياه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي بدأها تبارك وتعالى وهو بكل خلق عليم الذي بدأهم يعيدهم كل الخلق يعيدهم الله جل وعلا من آدم إلى آخر مخلوق دخل هذه الأرض كل من مر على الدنيا سيبعث سواء مات على فراشه احترق تلاشت أجزاؤه مزقتهم الحروب ماتوا غرقا انتهشتهم الحيتان أو افترستهم لحوش على أي حال يموتون كلهم يعيدهم الله تبارك وتعالى أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل من الأمم التي قبلنا أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي أعرض عن الله أي ما إعراب فلما اقتربت وفاته تذكر ذنوبه وخطاياه خاف من الله وامتلى قلبه هلعا وخوفا شديدا من ربه جمع أولاده أوصاهم بوصية غريبة قال إذا أنا ميت فاحرقوني ثم خذوا نصفي نصف الرماد فذروه في التراب ونصف في البحر نفذ الأولاد وصية أبيهم جسد تلاشى أيما تلاشي نصفه رماد في البحر ونصفه رماد في البر قال فأوحى الله إلى البر أن يجمع ما عليك وأوحى الله إلى البحر أن يجمع ما عليه فجمعه الله تبارك وتعالى كما بدأ خلقه قال الله جل وعلا عبدي ما حملك على ذلك قال خشيتك يا رب أنت أعلم قال فغفر الله لا الشاهد جمع الله ذلك الذي تفتت لأنه هو المبدئ المعيد تبارك وتعالى أيها الكرام ليست الحياة هذه فقط إن هناك حياة أخرى يعيد الله الخلق إليها ليجازيهم على ما عملوا لما ذكر الله لنا قصة أصحاب الأخدود وخبروا لئك الظلمة وهم يحرقون المؤمنين ويستمتعون بمشاهدتهم وهم يحرقون بالنار ويعذبون قال الله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد هل انتهى الأمر طوية الصفحة قال تعالى بعد هذا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد ما أجمل أن يعيش المؤمن في كنف اسم الله المبدئ المعيد أي يستشعر يستشعر عظمة الله وجلال الله ويستلهم هذه العظمة والجلال لله تبارك وتعالى أيها الكرام وصلنا إلى متصف رحلتنا مع اسم الله المبدئ المعيد نستكملها بعد الفاصل فابقوا معنا عدنا إليكم شاهدين الكرام بعد هذا الفاصل ما أجمل أن نعيش في كنف أسماء الله تبارك وتعالى يعلم المؤمن أن الذي بدأه هو الله جل وعلا والذي يعيده هو الله تبارك وتعالى مهما طال أمده لا بد أن يعيده ربه جل وعلا المؤمنون يطمئنون أن أعمالهم التي عملوها وحسناتهم التي جمعوها لن تضيع سدى المظلوم الذي لم ينتصف له ممن ظلمه ولم يؤخذ له حقه في الدنيا يعلم أن له موعدا سيعود فيه إلى الله سيقف الظالم والمظلوم بين يدي الله تبارك وتعالى قال الله تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولهم ينصرون كل الخلق يعيدهم الله تبارك وتعالى لا يتخلف لا يتغيب منهم أحد وإن كل لما جميع لدينا محضرون هكذا قالها الله عز وجل كلهم وجميعهم في لحظة واحدة في آن واحد لا يتخلف منهم أحد قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون نزل وباء في بلدة من بلدات بني إسرائيل قديما فخرج عشرات الآلاف منها هرب من الوباء فكتب الله لهم جميعا الموت ثم أحياهم الله مرة أخرى ليخبرهم أنه لا يصيب أحد شيء إلا بأمره فهو الآمر الناهي تبارك وتعالى قال لله جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله تعالى هو الذي يحيي ويميت مر رجل بمقبرة فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه وأراه كيف يحيي الموت فسأل إبراهيم عليه السلام سأل ربه جل وعلا قال رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أمره الله عز وجل أن يأتي بأربعة من الطيور مختلفات يذبحهن ويخلط لحم هذا مع هذا ثم يقسم هذا اللحم المختلط على كل جبل جزء ثم يدعوهن قال الله تبارك وتعالى يأتيينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إن الله المبدئ المعيد تبارك وتعالى أيها المشاهدون الكرام إن الإيمان بهذا الاسم العظيم وبأن الله تعالى هو المبدئ المعيد له أثار على المؤمن في قلبه جوارحه مشاعره ووقعه وحياته من ذلك أن هذا الإيمان بهذا الاسم الجليل يملأ قلب المؤمن بالتعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى فليس شيء صدفة ولا شيء بدأ من عدم وبغير موجد فكل شيء أوجده الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الله تعالى هو الذي أوجد المخلوقات وهو الذي يعيدها لما وقف نبي الله إبراهيم أمام النمرود ذلك الملك الظالم الذي يتباه بملكه قال له إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت وقال نبي الله موسى عليه السلام لفرعون لما سأله مرث من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو الذي بدأ الخلق وهو الذي ينبغي أن يعبد ويتوجه إليه من أثار الإيمان بهذا الإسم الجليل أن المؤمن يؤمن أن الله هو المعيد للخلق وأن هناك يوما هو يوم المعاد يستعد لهذا اليوم المؤمن ألا يظن أولئك أنهم مبعثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يعمل في الدنيا وعينه على الآخرة لذلك الموعد فيا أيها الكرام من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه المؤمن بأن الله المبدئ المعيد يلجأ إلى الله ويستعد للقائه فإنه تبارك وتعالى هو مبدئه ومعيده جل وعلا من هذه الأثار العظيمة أن المؤمن بأن الله هو المبدئ المعيد تطمئن نفسه ويهنى باله ويعلم أن حقه لن يضيع وأن للناس موعدا بين يدي الله تبارك وتعالى فلا يتعدى على حدود الله ولا يتعدى على حق ضعيف لما رجع الصحابة المهاجرون إلى الحبشة رجعوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحدثونه بعجائب ما رأوا في بلاد الحبشة قال لهم ذات يوم ألا تحدثون بأعجيب ما رأيتم برض الحبشة قالوا بلى يا رسول الله بين نحن جلوس مرت بنا عجوز على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم من أهل الحبشة فجعل هذا الفتى إحدى يديه على كتف العجوز ثم دفعها فخرت العجوز ساققة وانكسرت قلتها وجرتها فلما ارتفعت العجوز من مسقطها فتفتت إلى ذلك الشاب العابث وقالت ستعلم يا غدر إذا وضع الله جل وعلا جميع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا عن هذا الموقف صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيف حقه من شديدهم يعيش المؤمن في الدنيا لا تغره مظاهرها وزينتها ولا تنسيه بهجتها عن موعده بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأنصار الذين آووه ونصروه وصدقوه فيقول عليه الصلاة والسلام لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض قال المؤمنون لما رأوا قارون وزينته وغروره ورأوا بعض الناس اتهافتون إليه قالوا لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إن الله يحب المحسنين أيها الكرام كما بدأنا سنعود فما أجمل أن نكون على وفق هدي الله ودين الله وشرع الله حتى نعود إليه عودا جميلا حسنا نفرح بعودتنا إلى الله تبارك وتعالى قيل لأعرابيين إنك ستموت قال فإذا مت إلى أين أصير قالوا إلى الله قال الله أكبر وهل أحد أعظم وأكرم وأجل من الله ما أجمل عود إلى الله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا كما بدأنا في هذه الدنيا أن يعيدنا إليه عودا جميلا أيها الكرام اكتملت رحلتنا مع اسم الله المبدئ المعيد أسأل الله جل وعلا أن يبدأ لنا بكل خير وأن يعيدنا إليه عودا جميلا حسنا أن نكون من المؤمنين الصالحين المفلحين والدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين إنه جواد كريم ما أجمل الحديث عن أسماء الله تبارك وتعالى أسأل الله جل وعلا أن نرزقنا حسن العلم به والإيمان به نلتقي بعون الله تعالى في لقاء آخر مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة